اشتركوا في القناة والخفاجية بالطريق المؤدي الى البسيتين هذا الطريق البسيتين هسا راح ناخذ النا لفة على الفلكة ونشوفكم من بدينها وايضا راح انقلكم هسا الخارطة التفاعلية توضح اتجاهنا باعتبارها نزلت بالبسيتين وراح اتوجه العفو بالخفاجية وراح اتوجه للبسيتين هاي الخارطة التفاعلية بدينها من الخفاجية مرورا بالحمر والبردية والطقطاقة والدهلاوية والسابلة ثم اخيرا بالفناخي البقية الطريق بالحلقة الجاية هسا احنا حاليا متوجهين للبسيتين لاحظوا اخوان هاي اللي امامكم دبابة عراقية اعتقد تي فايف هاي ما متأكد منه لان انا ما اعرف الدبابات مية بالمية وهذا ايضا راح اشوفكم مقبرة لاربعمية جندي ايراني انقتلوا هنا هاي المقبرة اخوان هاي المقبرة بها اربعمية جندي ايراني انقتلوا هنا اثناء الاشتباكات بمنطقة الخفاجية هسا راح نلزم الطريق المؤدي الى البسيتين هاي الدبابة اللي صورناها قبل شوي منها اوضح هسا متجهين هاي المنطقة يقولولها حياباذر من زين اه يكون حياباذر اخر حي بالخفاجية منه ونتوجه للبسيتين هذا هو الطريق العام بين البسيتين والخفاجية هاي القرى على يميننا مثل ما شاهدون دارت بيها معارك لانه مثل ما يعرفون السادة المشاركين بالحرب هسا من يشوفون هاي المقاطع يتذكرون شوف هاي المنطقة هاذ شلون اثار الحرب واضحة به هاي المنطقة تقدم لها الجيش العراقي بآلياته وبمعداته وبجنوده الابطال تقدم تحرير قرية بعد قرية لما تقدم الجيش العراقي من لبسيتين من التلول التشذابة كانت فكرته انه يحرر مناطق الاحواز ويسلمها الى ابناء الاحواز حتى يحكمون المنطقة حكم ذاتي هسا وصلنا الى قرية الحيمر هاي قرية الحيمر ايضا دارت بها معارك ضارية اثناء التقدم الجيش العراقي ما كانت اكون مقاومة قوية فتقدم الجيش العراقي وهو مسيطر الى ان آآ جيش الايراني حاول الهجوم واسترداد المنطقة سنة 1982 هذا الفرع اللي عبرنا هسه يودي للاحيمر شوف اخوان هذا فرع ثاني هذا داخل القرية انا طبعا جاي امشي واصور لانه تعرفون ما قدر اوقف واصور انا اولا غريب بالمنطقة ما اعرفها وبنفس الوقت ما ريد اجيب العين الي وانا اصور هاي هسه وصلنا من القرية الثانية بعد الحيمر يسموها قرية البردية هاي قرية البردية طبعا قرية صغار هن واغلب السكان اللي بيها هم مزارعين طبعا كل السكان اللي بيها هم عرب من القومية العربية نرجع للموضوعنا الجيش العراقي لما تقدم هنا اه رادي يسوي حكم ذاتي ب الاحواز بحيث من سيطر عليها الجيش العراقي سلمها الى ابناء المنطقة حتى حتى يحكمون حكم ذاتي وبقتها ايضا عينوا محافظ وعينوا مدير بلدية بالدائرة هنا العفو بالمنطقة ان شاء الله بالحلقة الثانية لما ندخل مركز اللبسياتين نقل لكم اسماء قائم القام ورئيس البلدية باللبسياتين آنذاق نرجع للموضوعنا ونكمل الرواية مثل ما تلاحظون هاي القرى هي الطقطاقة هسا وصلنا لقرية الطقطاقة قرية الطقطاقة قرية صغيرة طبعا وتكون قبل منطقة الدهلاوية الدهلاوية ايضا دارت بيها معارق ضارية جدا هاي هي الدهلاوية اخوان هذا هذا قرية الدهلاوية هذا مضيف هنا مع الشيخ الظاهر وهسا اصور لكم بعض المناطق طبعا بجا انا من مرت بيها اكو بعض البيوت لا زال عليها اثار الرصاص الحي اكو بيوت وبنايات حكومية متعرضة للقصف اثناء المواجهات بين الجيش العراقي والجيش الايراني هسا خلصنا من التقطاقة هسا من التجهين للدهلاوية شوف اخوان هاي العلامة القطعة المرورية مكتوب بستان والحميدية تلف وترجع يعني بوجهنا بستان هي نفسها لبسيتين مزيلا والحميدية صير خلف الخفاجية ايضا راح نصورها ان شاء الله ونسوي لها حلقة كاملة عن الحميدية لان مثل ما تعرفون الحميدية بيها سدود ومن الحميدية توجه الجيش الايراني لمواجهة الجيش العراقي بهاي المناطق وخلاه يضطر ينسحب ب قتال تراجعي من الحميدية الى الخفاجية وبعدين نستقر بالبسيتين اللي احنا راح نوصل الها بتصويرنا واذكركم اللبسيتين بالحلقة الجاية ان شاء الله راح ندخلوا اللبسيتين ونصور المناطق اللي دارت بها المعارك شوفوا هاي البناية بالدهلاوية لحد الان لا زالت هاي العلامات شوفوا اخوان الحلقة الاولى هنا صورناها ذاك مقام مصطفى شمران شوفوا ذاك مقام مصطفى شمران ذاك الشارع اللي بيه الاليات صورتها لكم نزلتها بالحلقة الاولى طبعا ادروني لانه تصوير بالتلفون يبين به اهتزازات والدقة مو واضحة مية بالمية لكن هاي محاولة ضرورية لتوثيق المعارك اللي دارت بين الجيش العراقي الباصل والجيش الايراني بالحرب العراقية الايرانية اللي دامت اه ثمان سنوات ومثل ما قلت لكم الهدف من هاي الوثاقيات هو توثيق بطولات الجيش العراقي وايضا توثيق حقبة مهمة من تاريخ البلدين وبهاي الحرب الدامية اللي تعتبر اعنف حرب القرن الواحد وعشرين هس وصلنا اخر قرية الدلاوية الثانية يمكن يسموها هاي شوفوا اخوان اكو بعض البنايات هس شوفوها لا زالت مهجورة وبعض البنايات تم ترميمها اه ورجعوا السكان بيها هس الجهة اللي جاي اصور بيها انا هي جهة الدلاوية يعني الجانب الايراني هس تقريبا وصلنا الى قرية السابلة هاي قرية السابلة شوفوا اخوان لازالت بعض البنايات مهدمة بالكامل ومتروكة مهجورة هاي كانت ثكنات عسكرية ودوائر تابعة للحكومة الايرانية انا ذاك ومن دمرها الجيش العراقي بقت محد عمرها المهم قرية السابلة صارت بيها قصة يرويها رواها الي احد سكنت هاي القرية يقول كان احد الجنود العراقيين والعهد علي طبعا يقول احد الجنود العراقيين راد او تحارش بعض بنات القرية قرية السابلة فكرة كبير المنطقة شاف راح شكا للضابط المسؤول وقال له سيدي هذا الجندي كذا وكذا افعاله قام ضابط العراقي ونفذ ونفذ سابلة شوفوا اخوان قرية السابلة بعد هاي البنايات لا زالت مهجورة يعني ما عمروها لحد الان وراء قرية السابلة هاي هي القرية شوفوا هالبنايات شوفوها اغلب البنايات مهجورة لا زالت عليها اثار الحرب ان شاء الله اذا قدرنا بالمستقبل انزلوا اصورها لكم ان شاء الله خلي نشوف الوضع شنو انه مثل ما قلت لكم التصوير هنا جدا صعب جاي صور بالموبايل حتى ما اقدر استخدم كاميرا بسبب السيطرات هنا و اصلا مانعين انه التصوير بهاي المناطق لان يعرفون العرب فيحاولون يضيقون عليهم هذا الجسر اللي وصلنا لأمامكم شوفوا الجسر الحديدي هذا بناء الجيش العراقي اثناء دخوله الى قرية السابلة الهنا تخلص حلقتنا لهذا اليوم حلقتنا الجاية رح نبدأ بيها من الافنياخي مرورا باللبسيتين نصور باللبسيتين وبعدها باتجاه تلول الشذابة خليكم مويانا ولا تنسون المشاركة والتعليق تحياتي لكم